موسيقى الحالة الآن بين يدي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات العلامية نموذج حقيقي نموذج حديث عهد حديث عهد بسجن وتعذيب وإهانة وصلت إلى مرحلة أنها تقول فكرت بالانتحار فالحمد لله أنها سلمت ويعني لعل عزا أن تكرهوا شيئا وغير لكم نعم لا نريد لأحدين أن يعتقل لكن لعل هذا الأمر حدث حتى تهرب وتسلم بنفسها حتى تكون هذه ما لديها من الروايات وما تعرفهم مما يجري في السجون بين يدي الجهات الحقوقية بهذا الحجم الكبير ثم أنه بدأنا نرى شخصيات كان يتوقع أن تكون يتوقع أن تكون خاصة الصحفيين والذين يجاملون النظام يتوقع أن تكون في فلك النظام ليس عندهم مشكلة مع النظام هي ليست أول وحدة يعني كأدد يعني جمال خاشقتي واحد منهم كان في فلك النظام وأجبر إجباراً إجباراً لم يكن عن رهبة منه إجبر إجباراً أن يكون من المعارضة من المعارضة بل تحول إلى أيقونة إلى نموذج إلى رمز للعداء لآل سعود ورمز لجريمة آل سعود فلعل الله سبحانه وتعالى أن أن يزيد من هذه الضائرة وأن يتشجع آخرون حينما يروا نموذج رمز